وبالعودة لتطورات في جينين ينضم إلينا مرسل غد خالد بدير خالد ماذا لدينا من جديد وهل هناك من تحديد من أرقام نعم بالفعل حصيلة القصف الجوي الصاروخي الذي نفذته طائرة استطلاع على مركبة وسط الساحة الرئيسية بمخيم جينين بلغت شهيد وخمسة عشر إصابة بين الإصابات وفق مستشوى ابن سينة خمس إصابات لأطفال كانوا يتواجدون في محيط المركبة من كان داخل المركبة هو شخص واحد مستهدف وهو ياسر حنون وهو الذي استشهد ونقل جثة متفحمة من داخل المركبة التي تعرضت للقصف بصاروخين على الأقل وفق شهادات الميدانية من داخل المخيم هذه المركبة التي تعرضت لعملية القصف بواسطة طائرة الاستطلاع وسط الساحة الرئيسية وكان على متنها الشهيد ياسر حنون أحد القادة الميدانيين في كتيبة جينين سرايا القدس ويتهمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بالانخراط بسلسلة عمليات إطلاق نار استهدفت مستوطنة ميراف جلبوع إلى الشرق من مدينة جينين وكذلك مستوطنة شاكيد إلى الجنوب الغربي من المدينة وأنه كان يعتبر قنبلة موقوتة وفق تقديرات الأمن الإسرائيلي ولذلك اتقذ قرار التصية عملية الإختيال جاءت في وقت الضروة باتجاه وبالقرب من هذا المحل التجاري وهو محل للألعاب داخل المخيم ومتنفس بطبيعة الحال في ظل هذا المشهد المكثف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعمليات الاقتحام كان يتواجد عدد كبير من المواطنين في هذه المنطقة أطفال شبان في المكان وأدى ذلك بطبيعة الحال لإصابة 15 فلسطينيا وهذا يوضح بطبيعة الحال كثافة الشضايا المستخدمة في مثل عمليات الاختيال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ دقيقة ذات قوة انفجارية وكذلك أيضا انشطارية فيما يتعلق بالشضايا التي تفسر بطبيعة الحال العدد الكبير للإصابات هناك وفق وزارة الصحة الفلسطينية إصابتان بحالة حرجة داخل مستشفى جنين الحكومي حيث طبعا الإصابات لا تزال تخضع لعدد وسلسلة من الإجراءات الجراحية والعلاجية في هذه اللحظات ونالك شاب وفق التغديرات فإن يده بطرت نتيجة هذا القص وكذلك أيضا أطفال يعانون من إصابات بليغة في منطقة الرأس الأوضاع طبعا في ظل المشهد الميداني مقلقة سيما وأن عملية الاختيال هذه تضاف إلى سلسلة من عمليات اختيال سابقة تستهدف إما كتيبة جنين صرايا القدس أو كتائب القسام أو كتائب شهداء الأقصى على الأقل منذ العام 2023 وحتى هذا اليوم نتحدث عن حوالي أكثر من أربعين غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء بتنفيذ عمليات اختيال استهدفت عدد من المطاردين أو للتغطية خلال عمليات الاختحام التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة منذ منتصف العام الماضي وحتى هذا اليوم جثمان الشهيد الآن في مستشفى جنين الحكومي وعدد كبير من المواطنين يهرى إلى مستشويات المدينة سواء الرازي أو جنين الحكومي أو ابن سينة للإطمئنان على حالة المصابين فيما أن جنازة التشييع ستنطلق بطبيعة الحال يوم غد هذا التطور كبير سيمة في ظل تحذيرات جهاز الشباك بأننا أمام فترة فاصلة تسبق شهر رمضان المبارك وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات كبيرة في المنطقة سواء في مناطق شمال الضفة الغربية في تول كرم وجنين وكذلك نابلس وطوباص بما يتعلق بإحباط ما يدعيها أنها قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر خلال الشهر المقبل والتحذيرات في ظل قرارات المنع المتعلقة بعدم قدرة الفلسطينيين للوصول إلى المسجد الأقصى 2022 لربما قدم صورة أولية ويدركها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات المتعلقة بقراءة المشهد ميدانيا سيما بعد تنفيذ سلسلة عمليات إطلاق نار تزامنت قبيل حلول شهر رمضان والبعض منها خلال شهر رمضان آنذاك حيث وصل منفذو عمليات إلى ديزينغوف وكذلك أيضا إلى بني براك وعدد من الأهداف في العمق الإسرائيلي الخشية أن يكون هذا السيناريو مطابق للسنوات الماضية بقدرة المقاتل الفلسطيني الذي يذهب وحيدا دون القدرة على تحديد هذه المعلومات الاستخباراتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى تحييد وإبطال مفعول هذه القنابل الموقوطة في ظل غياب كل الأفاق السياسية وما يزيد الطين بالله في هذا المشهد هي استمرار وتيرة الحرب على قطاع غزة وعدم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ستبقى بطبيعة الحال مغذي للشبان الفلسطينيين لتنفيذ سلسلة عمليات إطلاق نار وتكرار مشاهد صادمة وقوة مفرطة في المسجد الأقصى لربما هذا سيقود إلى الانفجار الميداني الأمور على حالها يتزامن طبعا هذا الحدث في هذه اللحظات مع سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الشمال من مدينة جينين هناك مداهمة لعدد محدود من الآليات لقرية الجلمة وكذلك تمركز لبعض الآليات إلى الجنوب الغربي من المدينة باتجاه ما يعرف مفرق كفيرت كفر قود وكذلك مهاجمة لمجموعات استيطانية لبلدة الناقورة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس حيث أطلق المستوطنون النار بشكل مباشر باتجاه منازل الفلسطينيين ما أدى لانقطاع الطيار الكهربائي في البلدة القريبة والمتاخمة بطبيعة الحال لمستوطنة شافي شمرون بالإضافة لاقتحام عدد من الآليات لمحيط المدخل الشمالي لمدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية هو ذات السيناريو في هذه المناطق على وقع استمرار كثافة عمليات الاقتحامات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء تلك التي تستهدف اعتقال أو تنفيذ عمليات اغتيال أو كسر الإرادة الشعبية من خلال طبعا عمليات التدمير التي يشنها جيش الاحتلال خالد يعني كان هناك حديد في الأيام الماضية على أن الولايات المتحدة فرضت بعض العقوبات على بعض المستوطنين الذين تجاوزوا كل الحدود المسموح بها واستهدافهم للفلسطينيين وأيضا سرقتهم من ممتلكات الفلسطينيين أيضا تنظر إسبانيا في مثل هذا المصار ستذهب في ذات المصار يعني لا تنتظر مفاوضي الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ولكن ستتصرف بشكل منفرد إسبانيا أيضا على نحو الولايات المتحدة هل هذا النوع من الردع للمستوطنين أم أن هذا ربما لا يغير في الواقع شيئا لأن الاحتلال يساندهم بشكل كامل فعلا هذا لا يغير من حقيقة ما يقوم به المستوطنون على أرض الواقع ولا يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض وطيرة الاعتداءات الاستيطانية التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية بصورة أو بأخرى كأن حال المستوطنين الذي يتزعمهم يمين متطرب بقيادة سوميترش وكذلك إتمار بنكفير يؤكدون أنهم لا يكترثون سواء لتلك الدعوات الأمريكية التي بطبيعة الحال وصلت طبيعة العلاقة إلى مراحل حرجة لكن لا تؤثر على مصار الدعم الأمريكي لإسرائيل وللاحتلال بما يتعلق بالحرب على قطاع غزة والمصار الآخر بأنه لا اقتراض بكل هذا الضغط الدولي التي يحاول وقف الحرب وبالتالي هذا يمنح ضوء أقدر على الرغم من المحاولات لرفع البطاقة الحمراء بما يتعلق بهذه الإجراءات والاعتداءات الاستيطانية التي تستهدف عدد من القرى والبلدات وآخرها كان طبعا قبل قليل في بلدة الناقورة وسابقا قبل يومين باتجاه بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس حيث أقدم المستوطنون على حراق مركبتين وكذلك عدد من المنازل وأطيبة فلسطينيين لكن التطور اللافت أن اعتداءات المستوطنين تشحن الشارع الفلسطيني وهذا فجر قنبلة بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق بتبني كتيبة تولكرم سرايا القدس المسئولية عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة للمستوطنين المتطرفين الذين يتنقلون من مستوطنة حومي الشمال غرب نابلس باتجاه مستوطنة شافي شمرون تمت عملية رصد وزرع عبوة وتفجير هذه العبوة عن بعد ولاحقا انسحاب المنفذين بطبيعة الحال مثل هذه الأحداث ستبقي المشهد الميداني مشتعل إذا مرتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الحرب على قطاع غزة ولربما اليوم تصريحات إتمار بنكفير في محيط موقع العملية في نطاق مدينة القدس قرب حاجز الزعيم أن عملية التسليح للمستوطنين مستمرة على الأقل أكثر من ستين ألف قطعة سلاح وزعت للمستوطنين وهناك معسكرات تدريب على الطرقات يعني يراها الفلسطينيون عند عملية التنقل بالقرب من مستوطنة حوارة إذن حيفتس قرب تول كرم لعمليات تدريب على عمليات إطلاق النار بالنسبة للمستوطنين ينظر طبعا بطبيعة الحال ببالغة الخطورة لمثل هذه الإجراءات الاستيطانية على أنها مقدمة لاستهدافات مكثفة ولاحقة تؤمنها حكومة يمين متطرف إسرائيليا هذا بطبيعة الحال يضاف للمشهد الميداني مع كثافة الاقتحامات والاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال بخياراته العسكرية التي تستهدف طبعا مدن جنين وتول كرم ونابلس وكذلك أيضا طوباص في التركيز بشكل أساسي على الاقتحامات للمخيمات في هذه المناطق باعتبارها الحاضنة الأكبر للمقاتلين والمسلحين الفلسطينيين الذين لا يجدون خيارا آخر سوى مزيد من الانخراط ضمن الأطر العسكرية في ظل غياب أي سيناريو طبعا متعلق سياسي بفترة هدوء بوقف إطلاق نار يعني هناك حديث على وقع المعاناة المستمرة بين الشارع الفلسطيني إذا ما وقف الفلسطيني بعملياته وبحالتها النضالية ما هي السيناريوهات والخيارات المتاحة على الجهة المقابلة لا أحد يستطيع تقديم إجامة لأنه بالفعل هناك طريق سياسي مسدود وصلته المنطقة على وقع حكومة اليمين المتطرفة الإسرائيلية كل الشكر لك خالد بيدير كنت معنا من جينين شكرا جزيلا